شكراً للمشاهدة حسناً، نعتذر الوطل الفني الحصل كبشوية الـ Live streaming بدأ وقتع على طول مجدداً السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله في المباوات الباحثين السودانيين أنا أروف خميس علي عبدالله مشرف مباوات الباحثين السودانيين الضيف اليوم زي ما ذكرناك بشويل باش مهندي سوال كمال علي عبدالجليل حتكلب لنا عن المحاضرة إن شاء الله حتكون قيمة جدا بعنوان Realization of Feedback Control Theory in UAVs or Unmonetary Vehicles باش مهندي سوال عبدالجليل هو عنده ماجستير من جامعة Sheffield United UK في التخصص هندسة الأنظمة أولاً لتحكم المتقدم عنده بكلاريوس من جامعة السودان علم التكنولوجيا في الهندسة الكهربائية كان قائد فريق في فريق التحكم أو فريق أنظمة نظمة التحكم في جامعة Sheffield مشروع اسمه Sheffield University Nobel Balloon Telescope هو برضو عندي خبرة عملية يشتغل في مصنع التكامل من أسمان مش مهندي سوال يتفضل أعرف نفسك بالصورة اللي انت متحبه وكاريون طيب من اعتذر إن الله في قطعة وبما أنه ده حيكون هو الريكورد النهائي عايزة أكرر الشكر للأستاذ وفي على الفرصة وكمان لكل مجموعة البحثين السودانيين أعضاء ومؤسسين وإداريين وأستاذ وفي طبعاً ما قصر ممكن أعرف كل حاجة عني أنا شخصياً فأنا طوالي عشان كسباً للزمن هنتدخل للPresentation بتاعنا طيب زي ما واضح في العنوان presentation بتاعنا بعنوان realization of control theory in unmanned aerial vehicles اللي هي يعني عايزين نتكلم عن جانبين رئيسيين اللي هما الcontrol theory بجنبه والunmanned aerial vehicles بجنبه تانية الunmanned aerial vehicles ممكن تكون يعني شبه معروفة اللي هي فيها أشكال كثيرة زي الدرونز ويعني أي أي نوع من أنواع الدرونز ما بتيتطلب حيلت عشان يكون يعني يقودة يعني يكون فيها نوع من الـ يعني Autonomous Systems حيثينا هي تحافز أو تكون التوازن بتاعها وحتى تتحرك لي مكان أو ليه تاركت معينة بدون وجود بايلت يعني في الدرونز ذاته مثلا زي ما كنت بتكلم قبل القرض من الـ presentation ده هو يعني حيكون عبارة عن نقاط يعني بفوق ما حتكون حاجة ديتيل شديد ويعني في لحظات حيكون في يعني حاجات ممكن تكون معاقدة جدا معادلات حيث بالشكل ده لكن أنا دانا الناس تنظر لها بس من ناحية بتاعة العلم ومن ناحية بتاعة الـ presentation ومن ناحية إنه الـ control theory ذاته للأسف من العلوم يعني الـ abstract جدا ما ينفع الزول يتكلم عنها أو يستحضرها ما لم يدخل على التفاصيل الدقيقة فيها مع ذلك في حتات كثيرة حتكون محزوفة يعني عشان الـ presentation ما يتطول وذا لأنه أساسا الغرض منه ما هو تعليمي إنه ما هو بس غرض يعني يوضح الصورة الكاملة في التقصص ده وبالتحديد في الآن ما عند area vehicles طيب الـ UAV سوري الـ UAV زي ما ناقشتها أو يعني عدد كبير من الناس عندهم معرفة بيها الـ Unmanned aerial vehicles أشهرة طبعا هي الدرونز اللي بنشوه في شكل Quadrotters أو Quadcopters مثلا الدرونز بتاعت الـ Amazon بتاعت الـ Delivery والـ Phantom كاعد نشوفه كتير في السودان في التصوير دي من يعتبرها نوع من الـ Unmanned aerial vehicles بالتحديد يعني أكتر يعني أكتر نوع منتشر الجانب الثاني اللي أنا عايز أن نقشه اللي هو في جزء أصيل من الـ Unmanned aerial vehicles هي الـ V-tool أو الـ Vertical Take-off and Landing يعني أساساً النوعين الأساسيات اللي كانوا موجودين هو أما الطائرات الـ Fixed Wing اللي هي الطائرات التجارية اللي بيت تتحرك يعني محتاجة لمدرج طائرات الركاب يعني وفي النوع الثاني يعني الطائرات تحت الهليكوبتر يمكن دي كانوا أكتر نوعين مشهورات الـ Unmanned aerial vehicles أو الـ Quadrotor مثلاً يعني معتمدة على نظرية كتير شديد على الهليكوبتر بحيث أنها هي يعني Vertical Take-off and Landing ما فيها أجنحة ما فيها Wings وبالتالي كل الـ Lift أو كل اللي نقوله السرست بيتولد من المراوحة ومن الـ Engine على عكسة تماماً Fixed Wing Aircraft اللي هي الطائرات التجارية المدنية رغم أنها فيها Engine وحاجات بالشكل ده لكن القوة بتاعت الدفعة والقوة بتاعت الرفع أساساً بتكون جاية من الـ Aerodynamics بتاعت الأينها تمام؟ فشان كده هي بتحتاج لمدرج طويل لحد ما تصل لسرعة بحيثين أن السرعة دي مع الـ Aerodynamics بتاعت الـ Wings تعمل difference in pressure ما بين الجزء الأعلى وجزء الأسفل حسب المبدأ معروف جداً بتاع برنولي عشان يحصل الارتفاع الـ Vertical Take-off and Landing اللي هي الصورة اللي طاهرة قدامكم دي هي ممكن تقول على نوع هاجين ما بين الـ Helicopters أو الQuadrotters مثلاً والFixed Wing حيث أنه عندنا عندنا إمكانية أنه Vertical Take-off and Landing يعني عندنا القدرين تتحول الـ زي الكوادروتر أو الـ Helicopter لكن كذلك عندنا القدرين يعني بنسميها transition يعني forward motion في الحال الذي هي بتتحول يعني كأنما هي طايرة سيفيلين أو fixed wing نعم؟ فالشي المميز فيها يعني مو نشوف أكتر يعني في التطبيقات العسكرية الشي المميز فيها إنه أو 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 هما ما سابتين يعني مثلاً الـ Helicopter الترسط بتاعها بتولد من مروحة أساسية هي بتكون بوضعة ده ما بتتغير مع ده الـ الريش اللي هي في حاجة اسمها الـ Swash Plate دي اللي بتحدد كيف الـ Helicopter مثلاً تمشي للأمام للخلف الـ V-Tool ذي الصورة جدامكم دي الفريق الأساسي إنها هي عند القدرة إنها تحرك الترسطر بصورة عمودية بحيث إنها تكون إلى أعلى أو تنزل للأمام اللي بنسميها الوضع ده الترانزيشن الوضع اللي بنسميه الـ Hovering Position والحقيقة النقطة دارة قف فيها شوية لأنه نحن عندنا مشكلة كبيرة شديدة في النوع بتاعت الدرونز زي الكوادروترز اللي زي الفانتوم بتاعت التصوير اللي هي ما فيها أجنها العبارة عن مراوح أو روترز والحركة كلها بتتكوّن من ديفرنز يعني في السرعات ما في أجنها المشكلة الكبيرة هي يعني اللي بتواجه الدرونز هي البطارية يعني حتى أكبر الشركات زي الفانتوم اللي بتطلق كوادروترز التصوير بتلقى البطارية بتاعتها تباً بتقعد أكثر يعني نصف ساعة بالكتير والتي بتحتاج تبديل وتشحن وده لأنه الروترز أو الـ Engine أو الموتورز بيكونوا معتمدين على البطارية اعتماد كلي في رفع الوزن اللي سواء كان الوزن ده كاميرا أو الجسم بتاع الطائرة زياته ففي كل اللوقات في طول ما الدرونز شغاله الوزن كله بتاع الدرونز بيكون معتمد على الموتورز على عكسها تماماً الـ V-Tool الزاهرة قدامكم السيدة كل الفريق بتحتاج للـ Engine أو الموتورز في لحظة الإقلاع وفي لحظة الهبوط يعني في لحظة الإقلاع والهبوط هي زي زي الكوادروتر زي زي الهليكوبتر لكن الشيء اللي باختلف إنه لما يحصل ترانزيشن يعني الموتورين اللي بالجنب ده ينزلوا للأمام يعني يبقوا بصورة أفغية كده كده بيكون الوزن بتاع الطائرة ما معتمد كلياً على الموتور صاح الموتورات هي محتمد بتكون الترست لكن جزء كبير من الوزن بتاع الطائرة دي بيشيلوا الجناح يعني أن الجناح هو عنده ايروديناميكس مع السرعة اللي بتشكل الموتورات دي بالتالي الحركة على المدى الطويل على المدى الخطي بتكون الوزن بتاع الطائرة ما وزع ما بين الموتورات وجوزه كبير شايف الجناح فإشان كده لما نعمل سكيل صغير من الدرونز على شكل vertical takeoff and landing أو V-tool برضو بنسميها tilt rotor يعني الروترز بتاعتي بيحصل لهم tilting للأمام يعني كده هليكوبتر كده بعد the transitioning aircraft عادية ففي الحالة دي يعني البطارية ما بتكون محتاجة إنها تشيل كل الوزن الضخم ده فبالتالي بتوعها دكتر فإشان كده التطبيقات العسكرية معتمدة كتير شديدة على V-tool أكتر من أنها معتمدة على الدرونز والكوادروترز والحاجات دي لأنها اقتصادية جداً وممكن بيشارجوا واحد بتاع بطارية تبطع بها مسافات طويلة جداً طويلة جداً بين دول طيب الـ aims أو الـ objectives بتاعت الكلام اللي أنا عايز أركز عليه هنا عايز أتكلم عن الـ aerodynamic behavior عن الـ v-tool أو الـ vertical takeoff and landing يعني الغرض الأساسي أنا عايز أبني model من الموضل ده نسميه control system حيث إنه control system دي يكون قادر على إنه يتحكم في توازن الطائرة دي بصورة unmanned أو بصورة autonomous بدون تدخل يعني pilot يكون موجود على الطائرة تمام الـ objective التاني اللي هو الصايد التاني من الـ presentation بتاعنا ده هي الـ control theory وأنا عايز أتكلم بالتحديد كيف الـ control theory بتدخل في الـ في الـ جهة بالتحديد جهة الـ control system كيف ممكن دمني النظام يخلي الطائرة دي تكون عندها استعبليتي بحيث إنه يعني هوفر بدون زي ما قلت تدخل أي أي pilot يعني دي النقطة اللي تكلمت عمنا أنا قبيل المaterial دي ما مفترض تكون هي educational material بغدر ما هي presentation لأنه أنا لما يعني لما عملت الـ presentation عملتم ما بيصور إنه يكون تدريس يعني إنما بس هو هدف شان أركز على النقطة بتاعة البحث دي كيف البحوث معشرة فيها وشنو ممكن نحن نعمله شان نصل لمستويات دي ما فنحن نركز على أساس إنه العرض ده كله عبارة عن presentation فشنو الناس تكون ريلاكس كده و كان عندك ورقة وقلم يعني ما في ذا إلا إن شاء الله طيب أنا عايز أذكر أو عايز أتكلم عن الخطوات اللي انت بتبني بها السيستم زيدة من الصفر لحد ما انت تصل لنظام كامل وبرضو عايز أتكلم عن الحتة اللي يعني بيقعوا فيها الأخطار بيقعوا فيها معظم الناس لما يبدوا يتكلموا عن control theory وعن درونز وعن كوادروتر فإذا تخيلنا إن إحنا عايزين نبني سيستم زي ده أول نقطة أول حاجة إحنا محتاجين لنفهمها محتاجين لتعلمها هي التحكم لأنه إحنا نصر للكنترول ده حنمر بخطوات طوية جدا تمام؟ فأنا بقصد بالcontrol system كل الخطوات مما نبدل حد الموضلين سيبعد ذلك للاناليسيس سيبعد ذلك لمرح بتاعت الدزاين وكل واحدة فيها جواء عوالم كثيرة جدا والخطوة دي يعني صراحة قاية هلوها كل الناس وبالتحديد الهواء اللي بيبنوا يعني موضل سيدي ما قاعدين يشتغلوا بالجهة دي وحاوريكم مرسي ليش ما قاعدين يشتغلوا بها تمام؟ فالحطة دي هي الأربعي نظري بيعتبارها الحطة الأزعب لأنه كل الشغل فيها mathematical كل الشغل فيها abstract جدا عبارة عن equations عبارة عن graphs حاجات ممكن تكونها بعد ما تكون عن الجانب العملي لكن هي أساسية ما ممكن إحنا نواصل في بناء system بتاعنا إذا هي ما موجودة تمام؟ طيب مفروض نطلع من الفيس ده من ال control system ده بحاجة واحدة اللي هي transfer function أو state space للcontroller ما يعني إحنا بنحلل وبنعمل modeling و linearization وكلام كتير شان في النهاية نصل لأسيغة بتاعة controller الcontroller ده بيكون شكله transfer function أو state space الناس اللي عندهم خلفية في ال control بيكونوا عارفين الحاجتين دي لهم بشنو لكن نحنا في النهاية هم عبارة عن معادلات رياضية معادلات رياضية بتوصف الطريقة الأمثل شانية تتحكم في نظام تلك بصورة دائمة طيب النقطة اللي بعدها طوال هي embedded control وذي النقطة اللي بيبدو بها معظم الناس اللي بيكون يعني enthusiast يعني في المجال ده طوال الواحد بمش بيشتري له بورده يعني microcontroller ولا Arduino ولا Raspberry Pi ويبدو من هنا يبدو من اللحظة دي تمام؟ فهي طبعاً أساسية لأنه نحنا بنشوفها كأنها هي مع التطبيق العملي بالنسبة للثوري بتاعتنا يعني مهما نحنا طلعنا من معادلات نحنا محتاجين لي بي أشياء نطبق فيها الحاجة دي على أرض الواقع فالشكل اللي بنطلع منه من الـ embedded control system إنه نشيل المعادلات اللي هي كانت بالشكل الأول تطلع علينا من الـ control system بنحولها لمعادلات بيفهمها الكمبيوتر أو بتفهمها الـ processors ودي نقطة أعتقد الناس بكونوا عارفين إنه الرياضيات في الحقيقة هي موجودة في شكلين أو في نوعين يعني في الرياضيات الـ analytical أو التحليلية أو بيسميها الـ continuous للي قاعد يدعمل معها ودرسناها كل المراحلة الدراسية وفي الرياضيات التانية بنسميها الـ discrete control system ودي بالتحديد يعني هي أي حاجة موجودة في الرياضيات الـ continuous عندها حاجة مقابلة لها في الـ discrete أو الـ digital control system وللأسف لأنه الأنظمة بتاعت الـ processor بتاعتنا مبنية على صورة بتاعت الـ discrete لازم المعادلات تتتحول من الشكل الـ continuous إلى الشكل الـ discrete فنحنا ممكن نعتبر إنه الخط بتاعت الـ embedded control هي تجهيز تجهيز للحاجة دي عشان عشان تتطبق بعد ذاك يعني في اللحظة دي نحنا ما ممكن ما نعتبره code و almost code يعني ممكن 60% 70% code لكن يعني إبارة عن معادلات discrete ما تحولت لـ codacy لكن ممكن نعتبر كذا في المية code من اللحظة دي هنا طوالي بنروح نبني الـ flight autopilot أو هذه اللحظة اللي انت بيجيب فيها الـ vehicle بتاعك الدرون وتاخدت السنسرات وتاخدت الموتورز والـ processor تواصل بيناتهم وتواصل ما بين الـ speed controllers وتحكمات بتاعت السرعة الحيطة اللي بتجمع فيها كل السنسرات دي هي الخط دي مفروض تكون الخطوة الأخيرة والناس قاعد تبدأ بها للأسف يعني الواحد بيرص الحاجات بيقول له دار يعمل quadrotor يرص السنسر يرص الـ processor لكن ما بيعرف تاني يتصرف كيف فدي مفروض تكون هي الخطوة الأخيرة الخطوة الأخيرة دي اللي هي بتشتغل بها كل الشركات الكبيرة يعني بتنمشي بالخطوات دي اللي هي زي ما قلتها بنجمع فيها السنسرز بنجمع فيها الـ PWM signals اللي هي السيقنال الأساسية بتاعت الـ controller بيتمشي للموتورز تطلع من الـ processor للموتورز وهكذا نحن بعد ما نصل الخطوة الأخيرة الحقيقة بنكون يعني عملنا حاجة بنسميها flight controller والصورة تحدي مثال لنوع من أنواع flight controller اللي هي بيسموها NASA NASA flight controller فيها أنواع كثيرة جداً في الكيكي تو في الأوردو بهايلت يعني في كمية ضخمة جداً من الشركات بتصنيع flight controller عشان تديها للناس بس يستخدموها ينزلوا على الكواد بعد ذلك يوصلوا السنسرز بتاعتهم دي أنا ما عايز أتناقش عن كيف أنت تجيباً هذا flight controller والتوصيلة وتخلي الدرون بتاعتك تطير لأنا عايز أتكلم عن الخطوات من البداية مما كيف أساساً يتتبني flight controller خاص بك عداك تسميه زي ما تسميه طيب في اللحظة دي دي برضو مثال لها يعني اللي هي بالذات في زي ما قلت في الجيوني ببعض سكرية لها كبيرة شديد مفيدة جداً في لحظة الإقلاع والهبوط من حاملات الطائرات اللي بتكون على السفن اللي هي بكون المدرج فيها ما طويل يعني بتكون هي صغيرة جداً فانت الطائرة بتكون متحركة بسطورة عادية جداً كأنها كاميرشال التجاريع دي أول من تقريب المحطة الطوالي الروترز بيتحول للوضع الأفقي وتبقى بعد ذلك تنزل كان هليكوبتر ونبتضي نمركز عليها شديد لأنه يعني الفهم بتاع الايرودي ايناميكس محتمد على أنه تفهم كيف الطائرة في عديزاتها هي بطير طيب بعد المقدمة المختصرة دي الحاجات اللي هنحنغطيها هو الـ Outlines في الـ Presentation ده هتكلم عن الـ Model Description بمعنى نوع معين من الـ Aircraft اللي هو الـ V-Tool هتكلم عن الـ First Principle Modeling وهذا أول خطوة في الـ Control System إنه كيف نحن نقدر نعمل يعني نموذج رياضي بعثماتيك الموضل ممكن تتخيلوا كده حاجة كأنما هي موازية للطائرة والـ System الحقيقي لكن في الـ Work بحيث يصير إنه لما تخدت الموضل ده إلى جنب الطائرة وتعرضوا مالاتنين لنفس الـ Input إذا انت الموضل بتاعك ممتاز افترض الـ Output اللي يطلع ونفس الـ Output اللي يطلع إذا انت عرضتوا للموضل الحقيقي اللي هو العملي الـ Linearization خطوة مهمة جدا لأنه إحنا بنتكلم عن الـ Linear Controller دي هيتكلم عننا أكتر في رأس الـ Control لما نبني Controller بس لكن المعلومة المفروض تعرفها إنه عندنا نعمل Control في Linear Control و Non-Linear Control Non-Linear Control هو معاقد جدا ويمكن قوي جدا يعني لكن إحنا في بعض الأنظمة وبعض المرات بنختار إنه بدل ما نبني Controller يكون Non-Linear ونخش في العالم بتاع Non-Linearity بنختار إنه نعمل Linearization للـ System أو للـ Model بحيث نقدر ندعم معه كـ Non-Linear يعني إحنا في الـ Control Theory يعني بنحب الـ Linear أي حاجة Linear هي سهلة معانا وكويسة معانا بعد ما نعمل الـ Linearization حتكلم عن الـ Control Strategies اللي هي بالتحديد الـ Optimal Control Theory ومنها حتكلم عن حاجة أخيرة اللي هي الـ Model Uncertainty و Model Uncertainty هي يعني جانب أخير كده شأن انت تكون في الربطة خطوة أكتر للعملية الحاجات دي بتبدأ بصورة باستراك جدا يعني لما تبدأ تتكلم عن الـ Model Description وتلقى حاجات عبارة عن رياضيات ومعادلات بعيدة جدا عن الجانب العملي لكن كل ما تتحرك في الخطوات كل ما تمشي الـ Linearization تتلم عن الـ Control Strategies Model Uncertainties بعد داك System Identification كل مرة انت بتقرب خطوة خطوة أكتر للجانب العملي لحد ما تصل في النهاية اللي هي صيغة بتسميها Control Law الـ Control Law هو اللي بتشيله بتخطه في الـ Processor بتاع الطيار دي أيًا كان هو وشنو Micro Controller AVR STM32 Arduino أيًا كان الـ Processor بتاعك وشنو بتشيله الـ Control Law دا وبتنزل عليه لشان يديك التحكم بتاع الطائرة اللي انت بتبني فيه مما بدأ الـ Model Description طيب حابدأ بالـ Model Description وزي ما قلت انا مركز بالتحديد على نوع معين من الـ Aircraft اللي هي الـ Vertical Take-off and Landing أو الـ V Tool وده شكل يعني مجسم ممكن مبسط الـ Model Description يعني هي الخطوة الأساسية أو الخطوة الأولى في عملية الـ Modeling انت لازم عشان تقدر تحلي النظام لازم تعرف هو بيتكوى من شنو ويعني الـ Description بتاعته كاملة فأنا ممكن ذكرت معظم الـ Description دي لكن بس للتأكيد الحاجات الملاحظة في الموضل اللي هو الظاهر قدامنا دا أول شيء عندنا Fixed Wing بمعنى انه في أجنحة ثابتة بالإضافة لكذا عندنا تلاتة Thrusters لولن رجعت الخطوة اللي هم تلاتة موتورات موتور شواني أوكي في تلاتة موتورات اللي هو ممكن دا واحد وده الثاني وده الثالث الموتور الثالث في الموضل اللي أنا هشتغل عليه هده هو ثابت يعني طير غير الحركة الأساسية بتاعت الموتور ما عندو أي أكشن تاني اللي اثنين الأمام عندهم ميزة إضافية غير إنهم بيتحركوا يعني بدوه رعادي كموتور عندهم إمكانية التلتين يعني بقدر الموتور دا يتحول لوضع أفقي بحبانا إنه ينزل من ما هو كان زي ما أنا قريد قبيل الوضع بتاع الهليكوبتر بالبلاكس ينزل يبقى وضع بتاع الترانزيشن الترانزيشن فلايت فده ده شكل جديد الشكل على اليمين اللي هنا ده بوضح لك الثلاثة موتورات ومبدأ دي الحاجة الظاهرة نحنا يعني بنبدأ بصورة عامة شديد يعني كل الحاجات كل الأشكالة المعقدة بتاعت الدرونز اللي شفناه في المقدمة ديك في النهاية انت بتبدأ بجوز بسيط جداً بتبدأ بكتلة ماس عليها شوية تراسترز وبتبدأ تضيف عليهم أكتر أكتر شان تفهم الحاجات دي كلها مربوطة مع بعض كيف فالصورة العلى اليمين يعبارة عن الثري موتورس الصورة العلى الشمال بتوضح لك انه اثنين من الموتورس اللي هم الأماميات عندهم سيرفو ميكانيزم أو تيلتينج ميكانيزم يعني غير انه بكون في موتورين بكون في سيرفو موتورس على الأجناب وبيخلينا نتحكم زي ما قلت في الاتجاه الغرض من الحاجة طبعاً انه نتحكم فيه فيه تجاه الثرست فيكتر التي وان والتي تو والتي ثري ديل هما بنسميهم الثرست فيكتر اللي هو دي القوة بتاعت الدفع يعني لما الموتور دي يدور حييدين قوة بتاعت الدفع في الاتجاه ده فبالتالي لما انتجي في التيلتينج ميكانيزم وتعمله تميله شوية كده كده انت ميلت الثرست فيكتر بالتالي خليت القوة بتاعت الدفع بدل ما كانت بصورة أعلى بقد تحولت لي مركبتين يعني جزء رأسي وجزء أفقي وده الصورة الأساسية في الVertical Take-off Planting طيب يلا أنا هنا عايز أتكلم عن الـ يعني General Framework بمعنى طريقة أو نموذج نحن بنعتمد به لما نجي نبني مواضل رياضي اللي هي الخطوة لأي نوع من أنواع الـ Aircraft أي إن كانت الـ Aircraft بتاعتك دي سوى هي Fixed Wing تجارية Quadrauter Vertical Take-off and Landing في شوية حاجات بتكون مشتركة بناتهم كلها وده اللي بنبدأ به عندنا بنبدأ بالحاجات المشتركة حتى بعد ذلك بنتفرق أكتر 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 شار نخوش في كل نوع عن التاني فالحاجة اللي أنا حوضح هنا دي مختلئة سابتة بالنسبة لي كل الـ Aircraft وده خطوتنا الأولى في البناء بتاعت بتاعت الموضل اللي هي الخطوة الأولى طيب تمام إذا فرضنا إنه السيستيم القدامنا ده بشكل ده هو عبارة عن UAV أي إن كانت نوعا في النهاية المربعة ده هو بس نفترض إنه هو System أول حاجة نحن بنجي نناقشه في الموضل وأول سؤال بنسأل حمالية الموضلين هي شنو الـ Input اللي أنت خدتها للـ System بتاعك ده وشنو هي الـ Output السؤال ده مهم شديد صراحة لأنه هو اللي بيحدد لك الطريقة بتاعت الموضلين بتاعك ما ينفع أنت تبدأ موضلين ما لم تكون محدد شنو الـ Input بتاعت السيستيم بتاعك وشنو الـ Output بتاعت السيستيم وفي نقطة يعني فلسفية هنا إنه يعني قد يكون عندك سيستيم واحد لكن لما يتغير الـ Input بتكون يتحول للـ System تاني يعني مثلا عندك موتور إذا انت خدت DC موتور الـ Input بتاعه Voltage والـ Output بتاعه مثلا سرعة أوكي ده كده باعتباره System نفس الموتور ده إذا انت جبته خاطبرت الـ Input بتاعه Voltage لكن الـ Output بتاعه Torque أوعزم يبقى ده سيستيم تاني مختلف تماما يعني رغم إنه هو الموتور واحد لكن نظرتنا للـ System تعتمد على شنو اللي نحن بنغذيه كـ Input وشنو اللي نحن بننتظره منه كـ Output عشان كده نفس الحاجة الفيزيكال نفس النموذج الفيزيكال إذا اختلف الـ Input بتاعه واختلف الـ Output بتاعه ممكن يكون System جديد يتاوه لأنه حاجه بالتفصيل لكن عايز نركز على الـ Output لما نتكلم عن Aircraft أو طائرة شنو الـ Output اللي نحن بنكون انترست فيه يعني نحن عايزين نعرف شنو تمام؟ لجابة على السؤال اللي بتخلينا نبني الموضل عشان من بناتنا للموضل نرجع نتحكم في الحاجة اللي نحن عايزين من الأول يعني نحن عايزين دارين نعرف الـ Output هو شنو عشان نمشي نبني الموضل على الأساس ده عشان نعمل Control System يتحكم ليه في الموضل على حسب الـ Output اللي أنا عايزه طيب، الشيء الواضح إنه بالنسبة للـ Aircraft الـ Output بتاعنا هو حركة يعني motion Aircraft هي النظام الهدف منه إنه يتحرك من نقطة A إلى نقطة B أين كانت شكل الحركة دي فنحن بنقسم الحركة دي لشكلين أو لنوعين Linear Motion و Rotational Motion يعني Aircraft إذا هي مثلا متحركة مثلا من المدينة A إلى المدينة B يعني هي بتتحرك في صورة خطية يعني صورة Linear وإذا هي Aircraft يعني مثلا تعمل مناورات أسكرية وحاجات بشكل ده بيحصل فيها توران وذي بيكون Rotational Motion والإتنين دي اللي بيكونوا موجودين مع بعض في كل اللوقات يعني ما في طائرة بتقوم لم يكون الإتنين دي اللي موجودين في نفس اللحظة Rotation Linear Motion و Rotational Motion يعني حركة خطية وحركة دائرية حركة دائرية طيب أنا حيتكلم عن ال Components اللي بيكونوا Linear Motion و Rotational Motion لأنه يعني زي ما قلت لك إحنا كل مرة بنمشي أكتر أكتر في شكل السيستمي sorry طيب نمسك Linear Motion طيب أنا محتاج لي حاجات خلينا نقول Variables أو Quantities أو أصف بها Linear Motion يعني إذا عندي حاجة بتتحرك عايز أوصف الحركة بتاعتها دي هل سخدم شنو؟ في Conventions أو في Standard كتير شديد بالنسبة للطائرات يعني في ال Standard اللي هو بتاع Latitude والLongitude والAltitude اللي هي خطوط الطول وخطوط العرض والارتفاع إذا عندك جسيم متحرك طيارة ولا أي شيء وإنت عرفت أو عارف في كل لحظة ولحظة وجوده في خطوط الطول فيها تخط طول وفيها تخط عرض وفيها ترتفاع إنت كده في اللحظة دي عرفت كل Linear Motion بتاعتها بتاعتها تمام؟ ده بيستخدم أكتر في طائرات يعني الCommercial اللي هي تقطع مسعفات طيولة جداً وحجمها كبير scale كبير شديد لكن أنا ما هستعمل النموذج ده لأنه بعتبر الكوادروترس بتاعتي أول عفونا اللي هي ذات حجم صغير تسميه North East Down في الحقيقة أنا ما أعرف بيسموه شنو لكن هو مبني من North East Down ورموز بتاعته هي NED والNorth East Down هي عبارة عن Distance يعني زي ما كانت الخطوط الطول وخطوط العرض هي نقاط محددة وذلك الارتفاع النورس East Down أو الستاندر بتاع النورس East Down هو عبارة عن Distance يعني الطيارة إذا اعتبرت الله المحطة الموجودة فيها هي zero فإذا اتحركت لانتجاه north أو اتجاه شمال خمسة متر معناتها الـ أو النورس هو 5 متر وكذلك الحال بالنسبة للـ east وكذلك الحال بالنسبة للـ النموذج ده بيعتبر الـ up شيء سالب فإشان كده ما أقول north east up لا بقوله North East Down على أساس إنه Down هو الاتجاه ال-Positive وال-Up هو الاتجاه ال-Negative نفس الحكاية North هو الاتجاه ال-Positive وال-South هو الاتجاه ال-Negative طيب كده أنا عندي ثلاثة حاجات بتوريني نوعا ما عن Linear Motion أو الحركة الخطية بالنسبة لل-Aircraft في حاجة كتير من استخدامة كتير جدا في الأنظر بتاعة ال-Control سيوري إنه بنيستعمل نفس ال-Quantity وال-Derivative بتاعه يعني نفس ال-North East Down ده لو أنا عملت له تفاضل يعني Derivative ال-Distance دي كل مرة رقعت أهيد الفيديو طيب ال-Convention بتاع ال-North East Down غير إنه بيديني Distance إذا عملت له تفاضل طوالي كده بيبقى بيديني Velocities اللي هي سرعات يعني كده أنا كونت ستة Component أو ستة حاجات ستة Variables بتوضح لي Linear Motion إنه على اللقاء الحاجة دي تتكون كيف وإذا ينت عندك Distance ممكن طوالي منها تطلع Velocity ونفس الحكاية إذا عندك Velocity ممكن طوالي تطلع منها Distance يبقى كده حاليا ديال ستة حاجات ممكن اكتفي بيهم بالنسبة للLinear Motion إذا أنا بعرف ستة حاجات دي بعرف المسافة القطاعات الطائرة في تجاه North في تجاه East وكذلك في تجاه Down لأول ارتفاع يعني وكذلك بعرف السرعات بتاعتهم إنه هي ماشية في تجاه East قطعات كم متر بسرعة كم معناة بعد كده كل الحركة الخطية الممكن تتحرك الكواتروترس أو الفيتول أو الإيركرافت هي بيجات معروفة تماما وموضحة فيبقى North East Down كDistance وكVelocity ديال ممكن تعتبرون أول output من السيستيم بتاعنا ديال أول حاجة أنا محتاجة عرفة تمام؟ باللينير الموشن ممكن تتفي بها الروتشن الموشن يعني ممكن ببنيه بين نفس النظام لكن بدل North East Down اللي هي مسافات يعني بالميتر مثلا في نهاية لينير هي عندها يعني إذا أنت عندك ديستنس هي لينير الروتشنل يعني الحاجة المكافألة الروتشنل هي أنجل يعني إذا الديستنس بالميتر بقابلة طوال في الحركة الروتشنل زاوية ففي الحقيقة هنا في حاجة مهمة شديد اللي هي الزواية بتاعت الرول والبيتش والليو وقبل ما أتقدم لكدام أنا عايز أوضح الرول والبيتش والليو ديال هم شنو لأنه بيصوروا كتير شديد في أي سيستم بيتحرك في ثلاثة ديمنشنل أي سيستم بيتحرك على فضاء يعني ثلاثة لبعات الرول والبيتش والليو ديال بيصوروا بيصوروا بأسماء جيدة بأشكال تانية فإشان كده أنا عايز أنتقل أحيز أنتقل اللي حتة تانية أورد ديال الحاجة طيب إذا اعتبرنا الشكل القدامنا دا يعني هو يعني 3D لنفس ال V2 البتاعتنا يعني في الحقيقة ما تعتبره قواد روتر عفوا تراي كوبتر أو تراي روتر اللي هي عندها اللي هي ثلاثة ثلاثة موتورز فأنا عايز أستخدم النموذة ديالش أنا أوضح الرول والبيتش والليو هم مشنو لأنه دي النقاط الأساسية شديدة اللي بيتبني عليها أي حاجة اللي قدام ودي بتحدد لي بصورة كبيرة جدا الاتزان بتاع الطيار لأنه الاتزان أو الستابلايزيشن زي ما حتكلم بعدين دي حاجة مهمة لأبعد درية الستابلايزيشن معتمدة كثير جدا على الرول والبيتش والليو فإذا تخيلت لدي الطائرة قدامي أي أن كان الشكل بتاعه شنو ما ضروري تكون ترايكوبتر ممكن تكون طيارة سيفيلة أو شي باعتبار إنه الموتورين اللي بالأمام هم المقدمة والموتوري في الخلف الوحيدة هو الباك الحركة دي حيثي إنه تخلي النوز أو المقدمة بتاعتها تتحرك 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 نحن نسميها تمام والبيتش دايما بيكون مربوط بالإقلاع والهبوط مثلا بالنسبة للطائرات الكميرشال يعني الطائرات المدنية بتاعت الركاب بتكون متحرك في المدرج بسرعة عالي جدا بعد ذاك بتبدأ ترفع الزاوية بتاعت البيتش بتاعتها عشان يتخليق نوع من بعد ذاك تقليع ودي ممكن تعتبره محدد أساسي بالنسبة للطائرات التجارية للارتفاع يعني انت عايز تطلع لفوق بترفع البيتش بتاعك شوية كده عشان تكون التفعي بتاعك لفوق داير تنزل أو تهبط بتنزل البيتش بتاعك المهم الزاوية دي اللي بتعلق بالنوز داون والنوز أب اللي بنسميها بنسميها البيتش طيب نتمنى إنه الناس تكون يعني ما تنسى الحاجة دي لأنه عني احتاج جدام كتير للرول والبيتش واليو دي طيب الحاجة الثانية اللي هي الرول زاوية الرول أو الرولينغ دي إذا في حالة عفوا سوري في حالة الأيركرافت تتحركت على الأساس يعني يعني مثلا الطائرات اللي عادية لما تكون عايزة تليف يمين أو شمال في الجو يعني ما في لفة كده طوالي بصورة في شكل زاوية قائمة لكن الكابتن بيبدأ أول شي يميي للطيارة شوية يعني بيعمل رول حتى بعد ذاك بيحصل دوران فالحركة دي أو الزاوية دي دي بنسميها الرول أنجل أخيرا زاوية الثالثة هي الزاوية بتاعت اليو ودي اللي هي حول المحور بتاع الزيت يعني يعني هي الحرك يعني هي الشكل ده يعني بالتحديد ودي ممكن الطائرات الكبيرة ما قعد تتحركها دي موجود أكتر في الكواتروترز وفي الدرون بحيث ينو الدرون وهي في اليوم ممكن تعمليها تتحرك بدون ما تتحط تقطع مسافة خطية يعني فالحيطة دي مهمة شديدة دين لهم بنسميهم بنسميهم الرول بنسميهم الرول بيتش فيو وعندهم اسم رياضي تاني اللي هو بنسميهم أويلر أنجلز وده لأنه الجابة الكونفينشن ده هو أويلر اخترح إنه نحن بس محتاجين لي ثلاثة زوايا أشان نوضح أشان نوصف الحركة الدوارانية بتاعة أي جسم في ثري دايمينشن تمام؟ فهدول هم الرول والبيتش واليو زي ما عملنا باللول القبل إنه الله يخي بنعين للquantity وكذلك الدريفتيف بتاعته إذا اعتبرنا إنه الرول والبيتش واليو هم أويلر أنجلز أو في النهاية أنجلز يعني زوايا إذا كان بالدجريز أو بالرادية فالدريفتيف بتاعهم طوالي هو بيكون أنجلر فيلوسيتي يعني إذا دي كانت لينير فيلوسيتي لأنها جاية من ديستنس فدي أنجلر فيلوسيتي لأنها جاية من أنجل تمام؟ أوكي طيب كده بالنسبة للروتاشن الموشن عندي شنو عندي رولبيتش فيه زوايا وعندي اللي هي التفاول بتاعهم أرضوت بيتو ويضوت أنجلر فيلوسيتي أنا إذا ما عرف بسيطة حاجات دي في أي لحظة أنا بقدر أعرف الأيركرافت دي مميلة حول كل محور من المحاور الأساسية الثلاثة الكوارنيات سيستم بيعته درجة وبقدر أعرف السرعة بتاعتها ودي حاجة مهمة شديدة في الاتزان لأنه أساسا الأيركرافت لما يحصل لها فولدان أو السيستم لما ينهار ينهار على أساسين نهايات مثل أنطائرة يحصل لها ميلان تتقلب بالنسبة للكوادروترز الخفيفة وهكذا يعني فديل هما مجر كبير شديد للاتزان يمكن الانيار موشن هي مجر للطارجت إذا عايز تمشي للطارجت معين بتكون معتمد كثير على الديستنس وعلى الفلوسيتي لكن إذا تتكلم على الاتزان فإنت محتاج للأيركراف والقيمة بتاعته طيب حاليا نحن عندنا شنو بيجا فعندنا يعني 12 quantity خلينا نسميه 12 vector اللي هما عبارة عن north نجيب الpointer and the north east down تفاقنا النودل distance تفاضل بتاعهم N dot E dot D dot ديل السرعات and the roll pitch yo الزوايا أو الأول angle R dot P dot Y dot هما ديل Euler angles والangular velocity طيب الحاجة القدامي دي مهمة شديدة يمكن ده أهم حاجة في البرزنتيشن ده كله هو الشكل الظاهر قدامنا ده الحقيقة الحاجة دي نحن بنسميها بنسميها state vector تمام ويعني state vector ده نحن اجتهادنا وعملنا كله عشان نعرف القيمة بتاعت state vector ده أثنما هي الطيارة الطائرة وأيضا بعد ما نتهي من الموضل ننتغي للcontrol نحن بيكون عايزين نعمل control للحاجات الموجودة قدامك ده يعني ما في حاجة تعمل لها control في الحركة بتاعت الـ aircraft بتكون طالعة من الـ 12 vector فمثلا اذا افترض انت بحيس انت تتحكم بس في الارتفاع الطائرة معناها انت حتكون بس عايز تعمل control على D لانه D هو مغياس الارتفاع فبغض النظر عن كل الحاجات الباقية اذا انت عملت نظام بحيس D يكون فوق هو يعني feedback control انت تتحكم في الارتفاع بتاعة الطائرة اذا انت تتحكم في وكذلك في وكذلك في السرعات بتاعتهم فشان كده الـ مهم شديد وكل تحليل من هنا لجد بعتمد على set vector ده هو يعني دي اللحظة اللي احنا ممكن نقول بننتقل فيها من aerodynamics أو من ال Aircraft ل control theory تمام طيب طيب اذا اعتبرنا state vector اذا اعتبرنا state vector اللي هو تشوف نا الس ده شاو ناش س س س س س س بتاعتهم ده ده من احنا بنعتبر هو ما هو بتاعت الس لكن احنا ممكن نعيلي على اساس انها هي يعني كل شون معتمد عليها تمام طيب لحد الان انا لما اتكلمت عن ال motion اتوقع من system واشنو تمام وزي ما انا ذكرت قبل اذا نفس physical hardware طيار قدامك معتبر انه system بتاعك هو input كذا وoutput كذا نفس الطائرة قدام اعتبرت انه input مختلف ثاني ده بنسبة لنا في system جديد تماما يعني احنا بنعاين لل physical hardware شنو ال input اللي انت استدي له وشنو output انت متوقع منه ففي اللحظة دي النقطة اللي انا عايز يثبت من state vector انه output بتاعي محتمد اعتماد كل على state vector انا عايز الحاجات اللي اتناشر لقدامنا دي كلها تكون هي output بتاع system طيب انا ما دا اتكلم عن optimal control theory حاليا لسه لكن عايز اوضح نقطة اذا هذي aircraft بتاع نا اتفقنا انه output بتاعنا هو x او عفوا state vector نحن state vector في control theory بنرمز به x ف دا state vector نحن شفناه جاي من linear motion rotation motion بنعتبر مثلا output بالنسبة aircraft عندنا input اللي هو U اللي هو ما تكلمت عنه لحد الان لسه عايز اتكلم عن state vector طيب طيب زي ما قلت الهاتف بتاعنا من state vector انه عايزين نعرف التصرف او behavior او aerodynamics يعني بتاعت aircraft اسنا ما هي مثلا طائرة انا اذا عرفت القيمة بتاعت الحاجات القدام دي في الريال time انا كده بكون عن aircraft مكان وين ما شبعت سرعة ما الى بيات زاوية وسرعة المايلان دي اي بدي description كامل تمام طيب اول حاجة نحن بنزقل عنها اول حاجة بنعمل لان investigation بعد ما نحصل على الموضل يعني انه هل بنقدر نخلي القيم تاعت the state vector دي كلها zeroes يعني يخلي لنا north east down كله بيساوي zero السؤال ده مهم شديد لانه ازا عندنا action زي ده ازا عندنا action بيحول كله ل zeroes انا هنا بعتبر السيستم بتاعي او الموضل بتاعي controllable ده نقطة مهمة شديد انت شان تعرف انه يعني بالتحديد الموضل سيوري او الحديثة بتديك خيار انك تعمل controllability test عشان انت لما تنتهي من الموضل بتاعك تشوف هل السيستم ده فيه مشكلة في بناء التحكم ولا لا تمام ودي حاجة بس موجودة في الموضل يعني في الكلاسيكا التحكم التي فيها البي اي دي وال ما عندك اي قدرة تعريف من السيستم يمكن التحكم به او ما ممكن لكن في الموضل عندك تعمل controllability test فهي controllability test بيعتمد على انه هل بنقدر نخلي كله zero بغض النظر عن initial conditions يعني اذا افترضت انه انت بدأت الطائرة على ارتفاع مثلا 100 متر هل عندنا control يصي يخلي 100 متر 0 وكل الحاجات الباقية 0 فإذا يكون controllable otherwise يعني يكون uncontrollable في الحقيقة uncontrollability فيها يعني نوع من السخرية لانه اذا انت بتبني في system يعني مثلا جيبت الطائرة دي انت بنيت براك ركبت الاجنحة براك ركبت اي شيء وفي النهاية طلع system uncontrollable يبقى يعني زي ما واحد من الدكات رجال لنا مفروض تكون خجلها من نفسك لانه controllability controllable أو بعتمد على التركيبة الميكانيكية أو التركيبة الفيزيائية للسيستم بتاعه زي مثلا افترض انت عايز عملت لك صاروخ تمام بحيث انه موتور واحد انجن واحد بينفجر بيرفع الصاروخ لأفوق دي انت عايز يصل للنقطة دي قمت بدل ما تركب الموتور بتاع الصاروخ ده تحت اللي في مكان طبيعي قمت ركبت الموتور بتاع الصاروخ ده بالجنبة يعني تخيل الصاروخ كده انت قمت مش هي تجيبت الموتور هو الانجن بتاع وركبته بالجنبة وانت دائرة الصاروخ يطلع عليك فوق لما انت مش تخش في الموضل بتاعك تملي الحاجات دي كلها وتصل لل تست طوال تست هيديك لأن مستحيل انت يكون عندك محرك بالجنبة وعايز الصاروخ يطلع عليك فوق فال معتمد كثير على التركيب بتاع النظام المكريكي فشان كده انت إذا بنت السيستم ما تخلي يكون لكن إذا السيستم جاهز انت ممكن تتحدث هو ل أو لا وتخترح شمال ممكن طبيفة طيب سيما قلت الحاجة نسميها والإجراء بتاعه سهل جدا طيب أنا كده اتكلمت عن باحتباره انه هو بتاع السيستم بتاعي اللي هي و اللي هما الـ 12 states شنو بقى الـ إموت إذا ما قلت لك نحن خطواتنا الأولى في الموديلينج هي بعد ما نختار الموديل اللي هو الـ Aircraft يعني شكلها قوات كوبتر و إذا كان بنحدد شنو الـ الـ اللي نحن بنتوقعه و شنو الـ اللي نحن بنغزيه للسيستم أنا اتكلمت سابقا الفرد كله كان عن الـ اللي هو الـ state vector حن نرجع له ثاني لكن حاليا تتكلم عن الـ input اللي أنا بلقاه أو أنا بحدده النسبة للـ V-tool اللي هو ظهر قدامكم طيب أول input عندي هو thrust force و دي الفورس الأساسي المسؤولة من إنها تعمل يعني lift اللي هي نسؤولة منها ترفع aircraft للأعلى يعني سوى كانت المحركات دي هي مراوح أو سوى كانت jet engines أو مروح بتاعة الهليكوبتر في النهاية هي بتولد قوة دافع بتولد قوة دفع حيث إنها ترفع الطائرة كل فهذا thrust force ده نحن بنعتبره ال-input الأول بالنسبة للسيستم بتاني طيب واضح إنه بينتج من الحركة بتاعة ال-propeylors يعني أو الشرائح المرتبطة بالموتر في نقطة مهمة شوية يعني يمكن تهتفاصيل دقيقة شوية لكن ممكن نذكورها برضو إنه thrust vector طبعا لما أنا أقول thrust force thrust force دائما هي متجاه يعني عندها قيمة وعندها اتجاه فthrust force لما أنا أتكلم لك عن القوة بتاعة الرفح فأنا قصد لك قوة لاتجاه فوق ما زي لما أتكلم لك عن force مثلا نحرك سيارة اللي بتكون force قيمة لكن في اتجاه خطي فالنقطة المهمة إنه thrust force دائما بيكون عمودي على المروحة أو الموتر الولد هو ذاته تمام طيب وكذلك بيكون proportional أو بتناصل ترضي مع السرعة بتاعة الموتور ودي حاجة الناس كلها تعرفها كل ما كان الموتور بيدور أسرع كل ما ورد لك thrust أعلى وبالتالي الهليكوبتر عشان ترتفي أكتر إذا هي عايز تطيب أعلى لابد إنها تزيد السرعة بتاعة طيب اتكلمت قبل عن التلتك باعتبارهم يعني برضو جزء من الانبوت اللي هم موجودين على المروحتين اللي يدام لكن ممكن نجيهم راجعتان فممكن نعتبر الانبوت الأول هو thrust force هو دماء input لكن برضو force موجودة في نفس الدومين أو في نفس الاتجاه بتاع دعا thrust يعني إذا عندنا قوة بتدفع من فوق من تحت لأسفل لشان ترفع بالنفس المقدار عندنا قوة بتدفع من فوق اللي تحت اللي هي gravitation force وقوة بتحت الجاسبية وذي بتكون عمودية على حاجة بنسميها air frame يعني بيقدم نظر عن الدرون دي موجودة بمميل بيت اتجاه الجرافتي الطوال حتكون هي اتجاه واحدة النقطة دي مهمة في لكن لكن هي تفاصيل لا سيخش فيها فهنا ممكن نعتبر القوات المتضاد التي رفع لي فوق وال تنزل لاتهد طيب دا كان thrust force في نوع تاني اعفو دا كان ايوة دا كانت الفورس حاليا الشكل التاني هو حاجة مسميها torx او العزوم وال torx هو هو يعتبر force يعني torx في حد ذات force لكن التأثير بتاع انها هي بتدور لك الحاجة الشغال عليها يعني اذا كانت الفورس العادية بتحرك لك جسم بصورة خطيئة هو بدور يعني 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 الدراك طور مثلا لما يكون عندك موتور واحد زي ظاهر قدامنا دا لما يبدأ يتحرك بيتولد قوة في الاتجاه المعاكس طوالي بتكون مضاد لاتجاه الدوران والحاجة دي هي اللي بتوضح لك السبب انه الهليكوبتر عندها مروحة في الخلف والمروحة دي الناس بتكلمها هي للتوجيه لتحرك تليف من شمال المروحة هي بتكون شغالة على طول حتى اذا الهليكوبتر معش في الاتجاه واحد هي المروحة دي بتكون شغال على طول وده بتكون تعادي للفرص ده لانه إذا الجناح ينقطع أو المروحة دي قبازط هيحصل انه الروتر بتاعت الهليكوبتر حتكون مدور في التياه والجسم بتاع الهليكوبتر تحت كله هتلقاه بيدور في التياه عكس شان كده بتشوف في الفلام لما تحصل حادث بتاع الهليكوبتر بتلقين الهليكوبتر وطبعا لانو نحن عندنا ثلاثة موتورات فنحن توقع ان يكون ندراك تورك في الثلاثة حاجات دي كلها وبين اتجاهات معاكس الاتجاه دي وران كله موتور النوع التاني من التورك بسميه الثلست تورك أو البربالسيف تورك وده العزمة اللي نحن معظمنا عارفين ودرسناه في السانة وفي الفيزيو في الهندسة أو في الحاجات الأساسية الشديدة اللي هو يعني قوة بس بتأثر لك على تمام يعني التأثير بتاعه انه بحاول يلي خلينا نقول لك أو يعني الروتر دي على center of gravity center of gravity هي النقطة في الدرون أو بتكون بعتبرة center of gravity أو نقطة الماس بتاعت فيها maximum أو centered يعني فده انكشبه معروف طبعا في حاجات تانية كثيرة لكن انا ما هذكر ه لكن اذا اعتبرت عندي ثلاثة ثلاثة روترز كل روترز هيكون عندها هتعمل thrust torque على center of gravity طيب أنا لاحظت انه في الحتة طوال المشاهدات نزلت من 25 ل 14 كويس يعني الناس حتى اللي يشاهد بعدين يتذكروا النقطة دي النقطة دي يعني انتم مش تاخد break تاخد القهوة وحيب الشكل لانه نحن كل مرة هنمشي اكتر 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 تمام طيب أنا حددت الimboot بتاعي هو اشنو forces and moments وحددت output بتاعي اشنو اللي هو state vector ما بيناتهم هو الموضل او هو النموذي الرياضي المعادلات اللي أنا عايز أبنيها تمام فأنا حمر على النقطة دي سريع لكن دي بكي ندي الخريطة الاساسية بتاع الموضل في اللحظة اللي انت حددت فيها الimboot والoutput منجيب total force والmoment اللي هما باعتبرون input لأول حاجة وبندخلهم على المعادلات الرياضية المسؤولة من يعني أي معادل الراضية تدخليها في force وتطلع لك acceleration هي بتنفع فيعني حبن زي انه المعادلات دي هي المعادلة تاعت newtons يعني newtons oiler اللي بتكلم force ساوي mass times acceleration فنحنا بنستخدم المعادلة دي نديها force والmass أصلا constant وتورينا acceleration هو كما الجزء التحدى ما نركز معه لكن يعني الجزء الفوق ده لازم يتحول عن طريق حاجة يسمى rotation matrix زي ما قبل ذكرت انه الرئيس ما بيكون في نفس الدومان يعني موجود على الدومان والثرس موجود على الدومان ثاني فأنا شان أقدر أعدلهم شان أعرف التأثير لكم لازم يعني أواسيهم في دومان واحد ونحنا بنعمل الحركة دي بها يسمى rotation matrix الناس يعني ممكن ما تركز على النقطة دي حاليا نفسي anyway الشكل القدام ده هو عبارة عن acceleration لكن ده ما الأود بطال لنا دائره أنا ما أعيز acceleration فمن اللحظة دين هنا بندخيل على integrator اللي هو يعني مكامل يعني وبنعمل لها التكامل وهنا طوال اللي بيطلع عليه التي اللي طيب طيب خلينا رجع ثاني لل state vector أنا بركز عليه شديد لأنه فهمنا لو ممكن هو عبارة عن 80% من العملية بتاعت المواطلة طيب طيب اه تكلمنا عنه انه يعني فيه كل dynamic parameters يعني كل state بتاعت السيستم إذا أنا عارف state vector أنا تلغائيا سأكون عارف كل الbehavior بتاعت الaircraft طيب فيه للأسف خبر سيء يعني فيما يتعلق بال state vector زي ما قلت قبل الهدف الأساسي من state vector يعني أنا أكون عارف كل القيم بتاعته أحد إذا أريد أتحكم في شنو يعني راح ممكن أنا أتحكم في الحاجات دي كلها north east down وسرعات وroll pitch وvelocities هي ممكن لكن الخبر السيء إنه العملية دي صعبة جدا تمام والصعوبة بتاعتها أنا حنقشها لك دام لكن هي الصعوبة بتاعتها مبتمدة على feedback sensing إنت شانتقدر تتحكم في حاجة لازم يكون عندك مشغلية أنا شانتحكم في الارتفاع لازم يكون عارف الارتفاع هو كم يعني لازم يكون عندي سنسور ريجس ليا الارتفاع ففي شوية components الجياس بتاعهم صعب شديد يعني حتى كل السنسورات اللي عندنا عشان نحن نعمل لهم جياس العملية دي صعبة شديد فشان كده يدأقل لنا العملية بتاعتها ما بتقدر تعمل control لحاجة ما لم يكون عندك measure لها ما لم يكون عندك sensor measurement لها طيب دي نقطة واضعة لك لكن هتناقشها شوية come slide لك الخبر الكويس يعني في المقابل يعني الخبر الكويس إنه أنا ما محتاج أتحكم فيهم كلهم ولا محتاج أعرفهم كلهم في الحقيقة كبداية الهدف الأساسي كبداية إنك تمني system aircraft أي إن كانت حيث يكون عندها القدرة على stability بس ما تقع يعني دي أبسط متطلباتنا في الأول يكون عندك طيارة ما تقع لكن تمشي وين تمشي مين تمشي شمال تقول لي هامشي نورس تمشي لك إيس ما مشكلة لكن الهدف الأول إنها بس ما تقع فالحاجة دي نحب نسميها stabilization requirements وانش هنحقق الحاجة دي ما محتاج لكل state factor محتاج فقط الحاجة ركزت على قبل اللي هم Euler Angles أنا إذا قدرت أجهز وأتحكم في في فده بتسهل لك شغل تبدأ بإنه تسأل كيف أنا أخلي الكوادلوتر هي stable ده هو المتطلب عندي ففي اللحظة دي أنا ما محتاج لكل state vector محتاج لها ثلاثة حاجات من state vector روال وال 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 طيب الحاجة الجاية دي برضو الناس ما تركز عليها لأنه فيها شوية تلووز بصري كده لكن ده النتيج النهائي بتاع الموديلين لما تخدت ال inputs وتخدت ال output ك state vector وتعمل الموديلين بين اتهم باستخدام ال نيوتنز equation وال rotation matrix في نهاية بيجيك شكل زي ما قلت لكم شوية تلووز بصري يعني سيدة ده ال linear motion ده الموضل بتاع linear motion ما حركز عليك كتير شان الناس ما بتهرب من life لكن ببساطة ممكن ده output بتاعي اللي هو state vector وده input بتاعي اللي هو force ده كده بيعمل linear motion الفين نصده ده الموضل نسبة rotation motion نفس القصة اندي other angles وسرعاتهم كoutput والoutput والinput هو torque طيب نحروب شريع لل slide طيب النقطة الممكن تكون نسي تذكر يعني انه الموضل في جوه في cosines وسines وذي حاجة سيئة جيدة معانا يعني لانه نتكلم تقبل نحن يعني نفضل linear control والتالي نفضل النظام يكون linear والcosines والsines لما يصروا لنا كمعادلات في أي system طوال سيستم تبقى nonlinear تمام فانا cd لانه cosine s ايا كانت المعادلات يشنو في cosines جوه فده معانا ان الموضل هو nonlinear تمام وذي حاجة طبيعية لانه كلما system بيقى معقد زي aircraft يعني بالتالي بيكون nonlinear يعني وفي الحقيقة ما في نظام linear كل systems الموجودة في الشكل الطبيعي في الحياة هي nonlinear لكن في systems بتكون nonlinear بسيطة نعمل نعمل لكن بالنسبة aircraft ما أنا بسأل سؤالة linearity والnonlinearity عشان أنا عايز أستخدم equation المهمة اللي هذي مسميها status space equation ممكن ما نركز معها طيب فهذه الخطوة اللي أنا بعمل فيها linearization والغلط من linearization إنه الموضل يتحول من nonlinear ل linear عشان أنا أستخدم الطرق بتاعت الترق الخطي أو linear control يعني لو في اللحظة دي كان الموضل linear خطي كنت خلاس الخطوة دي بتجاوز ها لكن للأسف هنا ما أستطيع التجاوز لأن system غير خطي والcontrol بتعيد لأن عايز استعمال وعايز استعمال control الخطي فلازم اللهم ما سوا لما دي بتحصل عن طريقة linearization و linearization هي خطوة خطوة الأولى ممكن شوية فيها تعقيدات نسمى trimming analysis والخطوة الثانية هي linearization هي البحث عن نقطة مثالية يعني نقطة انت بتتوقع عن الطهيرة التي تكون موجودة على يعني مثلا quadrotters الحركة الطبيعية بالنسبة ل quadrotters انها هي ثابتة في شكل hovering ما عندها حركة أكثر فأنا بشوف النقطة واضح من الصفار لأنه ما في ميلان فالنقطة عند الزيل ما دير اركز كثير على النقطة لأنه يعني هتفتح لي باب كثير لكن خلينا يتكلم عن على السريق طيب الهدف من trimming analysis انه انا عايز غيم لل inputs بتاعتي اللي هي حاليا بالنسبة للسيسم ده موجود عندي ثلاثة forces أو ثلاثة ثلاثة vector اللي هم أساسيا بي من سرعة الموتور وعندي كذلك اثنين giltic mechanism يعني عندي سرعة الموتور الأول سرعة الموتور الثاني الثالث عندي الزاوية بتاعة السيرفو اللي هو الأول والسيرف اللي هو الثاني ده ممكن ننزازي الغرض أنا عايز لي combination عايز لمج أرغام أخذ تا هنا بحيس إنها تكون في عدم وجود أي تخلي تكون زيرو تمام ده الغرض من أنا عايز combination للي لما ندخل للسيستم يكون الناتج هو زيرو طيب واحد ممكن يقول لي ما هتدخل زيرو وانتهى الكلام يكون زيرو ويبت تكون زير الطالب الغاليس طالب اليمين يساء وليساء ضرب طرفين في صفر ويجاب عشرة على عشرة عشرة من عشرة في صفر فما ممكن نعود كل الأصفار لأنه لازم أختار نقطة هي operating point operating point يعني operating point بالنسبة للكوادراتر ما هي قاعدة في الأرض كل حاجات صفر إنما هي في الجو على ارتفاع معين بداخل صور وبتعمل أي شي تاني طيب ليه الهدف من الحاجة دي هي نتخلي وزي ما قلت تال minimum requirement أنا بفتج عن ال stability الأساسية في الأول طيب لما نعمل بالنسبة للموضل بتاعي جاتني الرقام دي وذي معناتك التالي إذا أنت دورت الموتور الأول بسرعة 725 رادي على الثانية والموتور الثاني 716 رادي على الثانية والموتور التالي 675 وسبعين وعملت السيرفو الأول ما يلبي 2 درجة والسيرفو الثاني ما يلبي 16 درجة بدون ما يكون عندك control بدون ما يكون عندك feedback بدون ما يكون عندك أي شي الطيار بالوضع ده حتكون stable فيديو حتكون hovering يعني مستغرة ده بيفترض أنه ما في رياح لأنه ما عند أي controller على disturbance rejection فبيعتبر ظروف مثالية الـ combination لما تدخلها ممكن تطليع عليك quadrotters أو tricopters أو vtool مستغرة على الجو وهذا التعريف بتاع operating point يعني دي operating point اللي سيكون على شغال عليها في موازمة الوقت وفي الحقيقة فعلا لما نحنا دخلنا الحاجات دي على input وهو جينا قلصنا forces اللي هما الثلاثة ديل يعني كلهم زيروا يعني الرقام دي كلهم في عشر سالب سبعة 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 داء شكل لما ندخلنا نفس التريمين point دي على السيستيم لجينا انه forces كلها يعني على zero اللي عشر سالب ثلاثة والmoments برضو في zero اللي هي في عشر سالب 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 خلي بقى هي هما zero لكن الaircraft دي ما موجود على ground هي في الجو حاليا في hovering position لكن كل الفور سالب ممكن نعتبر ضعيفة جدا بقى معناها تكيدا validation أو يعني المترجم بتاعتنا ممتازة جدا فبتالي بننتغل الخطوة بتاعتها واضحة جدا بنكتب المعادلة بتاعتها بنعمل حاجة اسمها جاكوبين matrix أو linearization matrix وبنشيل المترجم التي جيبناها فوق تعيبنا في هديك وندخله في المترجم الجاد نتهي طيب لما نعمل linearization ده الشكل بيه كده اللي هو أنا كده حصلت على A matrix و B matrix لاحظ انه المنصوفات الكتير اللي قدام لدي قبال كانت فيها cosines وسines وحاجات كده كلها non-layer حاليا بيقت كلها حبارة عن رقام خطي فده الهدف من linearization validation over operating point ده الغرض منه انه اجيب system non-linear الاساسي واجيب system linearize واشوف هل هم هوا الشابهات ولا مدري تتشاوير بيناتهم وبتلقاهم هنا يعني قريبات لبعض يعني ما عاد في non-linear شوية بيبدأ يحصل deviations هنا ودي الطبيعي يعني مستحيل لتتبني نظام linear يكون متابق تقدر مع non-linear لان linear هو عبارة approximation اوكي تمام انا عايز اذكر نقطة سريعة كده قبل ما انطلق لل control strategies و انا اذكر الحيطة ده شان الناس تكون وضح لها شكل الموضل ده هو عامل كيف طيب طيب انا افترط انه الاوتود بتاع system بتاعي هو state vector اللي هو عبارة عن ال 12 حاجة دي تمام باللول بتاعتي ختيت انه هو forces والmoments تمام يعني forces والmoment هما باعتبار الانبوت الغوة والزوم والاوت هو state تكتر لكن ده هما زاعتوا بيجوا من وين عندنا تاني موضل اللي هو ده بياخد الانبوت بتاع السرعات بتاعت الموتورز والزاو بتاعت السيرفو يعني omega 1 omega 2 ده السرعات الموتورات التلاتة وكذلك التلت انجل اللي السيرفو ده نحن ممكن نسميه الاكشوهيتر موضل اللي هو بياخد الاكشوهيتر قيم الاكشوهيتر كسرعات أو كزوايا وبيطلع عليه منهم كفورس وممتو ودي نقطة مهمة شيء في الكنترول انه عندنا الخيار انه نعمل بحيث انه سيستم كل يتوصل مع بعض تمام بقى ده هو الشكل النهائي الشكل النهائي لل الموضل بتاعي يعني الموضل اللي هو بتاع ال ايركرافت ده مفرود ياخد السرعات بتاعت الموتورات اللي هم مفرود يطلع عليه بحناك شنو ال state space vector ودي الحاجة اللي عندنا ناسي دي الحاجة شفناه في linearization اللي هي في system اللي هو A matrix و B matrix و الشكل ده ودي بتكون النهاية بتاعت الموضل بساطة طيب يبدو ان انا اخدت زمن كتير لكن حواصل لحد ما يقول لي كيف طيب بعد الموضل انتهي طوالي بنروح لل control strategies اللي هي انا حابني controller كيف اللي هو الغرض من نعمل للي stabilization لل aircraft ين كان الشكل طيب بنبدو بنبدو بتلات حاجات وفي الحقيقة هي تلات اجسام لكن بنبدو بحاجة اسمها regulation control regulation control ده هو الجزء بتاع اللي بحاج stability حيث انه aircraft ما تقع غدا النظر عن تصرف بس هم هاي ما تقع تكون على الجو تمام بعد ذلك من regulation بننتغل reference tracking reference tracking اللي احدد للquadrotor سأدير انها تروح مثلا coordinates معينة north east down altitude longitude هكذا تختص طول العرض وهي system تتابع reference future work ما اتغيط حلال جزام نقش لكن ده مستوى بعيد جدا من control اللي هو mpc او model predictive control طيب نفس الحكاية زي ما قبل انا تكلمت انه state vector انا محتاج ليه كله وشان نعمل stabilization محتاج للثلاثة اللي هما roll والpitch والyo حاليا هعمل حاجة اهاش راح بيها optimal controller او stabilizing controller او regulation control دي كل حاجة وشان اشرح الحاجة دي الحقيقة انا هاخد هاخد اختار اتنين من state vector هاختار role والpitch يعني state vector ده كله ارميه اعتبر انا عندي رول والpitch وعاز اشرح كبير لانا اتكلمت احنا عايزين لانا control يخلي لانا state vector كل zero وده النقطة المهمة جدا في regulation control فانا هاخد وحاخد منه نسخة تاني تكون هي transposed حيكون بيناتهم في matrix خلي نقول constant يعني ال q constant فاذا اعتبرت انه الاول هو ال vector الثاني هو transposed vector فده الشكل بتاعه بيكون عبارة عن كأن ما انا اخدت ال x اللي هو ال x ما عايز كله وعايز ال roll وال pitch وال x transposed اللي هو transposed version of it واخيرا في q matrix بين اتهم النقطة دي حتستطيح انا قاد اعمل كده بعد شوية طيب الحاجة اللي هعمل هقوم ارسم شكل او ارسم surface 3D surface بحيس يكون ال x axis بتاعه هو ال r مثلا وال y axis بتاعه يكون هو b وال z axis بتاعه يكون هو ناتج الضرب ده اللي هو x transpose q x تمام يعني عشان او ابدح اكتر طيب black طيب زي عندي system بتاع coordinates لل x axis فيه هنح خلي يكون هنا role y y مثلا axis عريفة مميل شوية لكن هخلي لي يكون هو b و على z axis هخلي يكون موجود اللي هو حاصل x pq px لانه نقطة دي مهمة مهمة شديد وحتضح لكم وانا عايز اصلي شنو طيب انا حشغل الانيميشن حشغل الاشكال عايزكم تنتبهوا للقيمة بتاعت q اللي هي يبارها عن constant matrix لاحظ كل ما القيمة بتاعت q حتيتغير حيصر معانا شكل شنو يعني انا حعرض الانيميشن كله بعد ذاك حاجة راجعة ليها تاني تمام يلا طيب حاليا دي قيمة بتاعت q وذي الشكل اللي انا قلت حارصم حاليا q يتغير كذلك الشكل بتاعت يتغير دي q رغم ثلاثة واخر حاجة دي q رقم 4 طيب واضح جدا انه القيمة بتاعت q دي هي بتتحكم كتير جدا في الشكل بتاع ناتجة ناتجة ضرب يعني الحاجة اللي بتترسم قدامكم هنا دي الحاجة اللي بتترسم دي هي الناتج ده x transpose في q في x وقيمة q بتحدد الشكل اللي يكون عامل كيف طيب انا حرجعت من الاول عشان اوري انا ضاير اصل لشنو من النقطة دي طيب السؤال اللي انا عايز اجاوب عليه هنا انه هل انا بقدر افتش بحيث انه انا القيمة للx اللي هي state vector اللي بقدر يعني بقدر عمل stabilisation control ولا ما بقدر تمام ف اذا انا عايز اعمل stabilisation control لازم القيمة بالنسبة للمعادلة الصغيرة على الشمال دي يكون فيها x0 والحاجة دي ما بتتحسب بصورة تحليلية لأسف بتتحسب بصورة يعني هنا بخش الجزء بتاع optimal أو optimization يعني optimal control معتمد على optimization وهي بتحدد لي اقل قيمة للناتج ده لقيم مختلفة جدا في لحظة الكيو طيب لما الكيو تكون بالشكل ده لاحظ الشكل بتاع السيرفس بتاعي بيكون نعمل كيف أقل قيمة في السيرفس ده هي كم أدنى نقطة في السيرفس ده طيب ما حتتعرف لأنه البتاعة هو نازل تحد عن زادة 0 هو نازل تحد شديد كده بالنسبة 0 وما حتتعرف كم يبقى لما تكون الكيو بالشكل ده صالب 0 صالب 2 صالب 5 0 مستحيل أن أعرف المينيمم point هي كم وانا زي ما قلت عايزة أعرف المينيمم point كم لأنه هي بتوضح لي الطريقة لأنه بقدر عمل بها stabilisation control طيب لاحظنا من غيمة كيو تغير 4 2 2 3 حاليا الشكل ده بيقى وضح إذا سألت قلت لك أدنى نقطة في الشكل ده طوالي واضح جدا هي النقطة الجزء المحدب ده اللي هي الزيرو تمام فحتقدر تعرف الحتة دي حتقدت تعرف النقطة دي تمام فالفرق ما بين كيو الأول وكيو التانية هي ال بتاعتها أول محددة يعني ال حاصل ضرب عفوا حاصل ضرب دافية ناقص دافية فال تاعتها الميتركس كيو دي لما تكون بوزيتيف الشكل بتاعي بيكون معروف وبالتالي أنا بقدر أعرف شنو هي أصغر نقطة في الشكل ده على النقطة دي الصغيرة دي أنا بحتاج لها في جنو حوضي حكتر 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 لها حاليا أنا بركز أني ألقاها طيب لما نواصل شوية لك دام ونغير الكيو مرة تانية نغير الكيو للقيمة دي سالب صفر صفر اثنين لو حسب بتاعت الماتريكس دي برضو حتلقاها سالبة فلما تكون بتاعت الكيو سالبة طوال بطلق الشكل اللي أنا ما بحبه اللي هو ما محدد النهاية بتاعته الميني مم كم يعني إذا قلت لك أصغر نقطة في الشكل ده كم برضو ما هتعرف يبدو إن هي ما للمالا نهاية في تالي ما معروفة هنا أخيرا أنا بغير الكيو لي ميتريكس تاني وبينتج معي نفس الشكل اللي هو الكون من جديد اللي أنا بقدر أحد لديه النقطة الميني مم يبقى السؤال أنا بحاول إجاب عليه هنا كم هي أصغر نقطة أقل نقطة بحيص إنه تحت ما يكون في نقطة أصغر منها بالنسبة للمعادلة بتاعة X T X T Q X طيب طيب ده الشكل ده المعادلة الأولى إلا أنا في النهاية تكلمت عن الشكل بتاع الجرافيكس بتاع إنه أنا عايز المعادلة دي إذا خدت تضغيام مختلفة جدا لل X اللي هو X ده اللي شو 12 إذا خدت تضغيام لا نهائية من سالب ما لا نهاية ما لا نهاية بقدر أتحكم بقيمة Q عن إنه الشكل ده يكون عنده نقطة منمم ولا ما يكون عنده نقطة منمم نفس الحاجة دي أنا بقدر عملها مع U اللي هم يبار عن السرعات بتاعت الموتور زائد التلتيك ميكانيزم بدل Q هناك هنا يسميها R فأنا لما أخذت عايز أعمل للمعادرة دي كل بحيث إنه أصل لقيمة بتاعت U لما نشيل لدخيل في المعادرة جدام كنتي تطلع لي السميش بساوي 0 أنا عارف النقطة معقدة شديد وغض ما تتضيح لكن دي النقطة الأساسية في Optimal Control و الدم ممكن نسميه متحكم Controller سيما عندنا PID Controller إحنا بردو بالنسبة لنا Optimal Controller وبنسميه Linear Quadratic Regulator أو LQR وفي الحقيقة إنت محتاج تحل الإكواشن بتاعت LQR إنت فقط محتاج تعمليها Formalization إنها بنشيل المعادرة دي كلها بندخيل في Simulation Software بتطلع لي قيمة ال-Control اللي بيعمل للي Stabilization لل-System بتاعت طيب أنا أتحرك سريع على السلايدات الباقي دي شأن ما أخذت زمن كثير طيب ده الشكل بتاع Regulation Control اللي هو إذا أنا عندي ده system هنا ده بعد عمل Linearization Modeling والكلام ده كله واشي اللي عمل LQR في النهاية بيطلع لي من LQR constant بس وده الحاجة الزريحة في المدن control إنه controller هو يبعر عن constant مش دي PID control يبعر عن integral term و derivative term محييات بشكل ده control هنا هو K الكاد ده بيجي من شنو من المعادل شفنا stick بالشوية دي وبالتالي دي feedback loop هنا تكون تكون ده الفيد back هنا اه تكون طيب إنه يصفر لي state vector لكن أنا ما أخدت state vector كل أخدت بس ثلاثة حيات من roll pitch و يو ف بالنسبة لل curve الأصفل اللي هو صفر لي وبالنسبة لل أزرق رول صفر تمام أين كانت وده هو صفر لكن لأنه نحن عندي offset ب 6 درجات angle موجودة في system بتاعي يعني في الحقيقة ده كان سالي ب6 فقام رفعو يعني بالنسبة لدي 0 تمام فإذا الفوق هو linear تحت هو non-linear وقريبين شديد لبع يبقانا حاليا في لحظة دي stabilizing control تمام طيب إذا كانت Euler Angles دي هي السرعات أو Angler Velocity وبرضو يعني ده الشكل بتاع control اللي stable اللي نحن بنعرف كله طيب أنا حتجاوز الحتة بتاعة integral control دي لأنه عايز أصل للموض uncertainties طيب الموض uncertainties بترجعني للحتة بتاعة قبال اللي أتكلمت في عن أنه التحكم في state vector بيطلب أنه أنا يكون عندي معرفة بكل أو عندي measurement لكل الحاجات يعني north east down أحد ما نحن رول و pitch و يو طيب بالنسبة للroll والبيتش واليودل يعني هما سهلات أنا بقدر في سنسر جاهز أنا بقدر أستخدم اللي اسم IMU لشان أجب بيه الحاجات دي لكن المشكلة الكبيرة إنه linear motion حاجات بطيئة جدا ف دي صعبة عشان أنا أحصل عليها عشان أنا أجيب سنسر وفي اللحظة دي أنا بقدر لحاجة اسمها ممكن نقول ه state estimation أو model uncertainty في model uncertainty كل الستات اللي هي ماكسة اللي أنت ما لقيت لها سنسر أنت ممكن تخلي السيستم يحمل لها يتوقع عليك أنها تكون كم وتستخدم ك feedback controller رغم أنه ما عندك sensor عشان يجيسر تمام ده بالإضافة لأنه عنده أهمية كبيرة في model uncertainty اللي هو بيعمل filtering بالتحديد بس كل الكرايات اللي فيها noise بيعمل cancellation للnoise ده أنا ديمو عايز أشغله بوضع على الشمال هنا الroll والpitch واليو تحال إنه يعني الحاصل هنا أنا غير الزوائل العادية دخلت عليها noise كتير يعني artificial noise تمام عشان كده الشكل بتاع بيقى غريب جدا وبيقى يعني فيه noise كبير والnoise ده الكنترول ما بيقدر يتعامل معه يعني ما حيقدر يفهم الكواتورتر دي مميلة بيرول كم وبيتش كم وبايير كم ولو بارع noise لما حاليا ما في ما في أي filter شغال لما أنا شغل الفيلتر اللي هو optimal state estimator سايد filter اللي نسميه كالمن filter في اللحظة لأن بشغل الفيلتر طوال بيعمل cancellation دي كل noise دي بره والnoise انت تتوقع موجودة لان انت تتعمل مع physical system تتعمل مع sensors موجودة بيجي عشان تنزل control بتاعك على اللي نقول على system طيب يلا نقطة نقطة أخيرة لما أنا نزل LQR بيجي بعين للسرعات بتاعته النتجة يعني LQR في النهاية ما هو المتحكم بيقول للموتور الأول يتحرك بسرعة كده والموتور الثاني يتحرك بكده والتالي كده كلها بيجي من LQR أو optimal controller فتلقي إنه LQR متطلبات عالي جدا فهو حاليا أشان يحقق الحاجة طالب إنه الموتور يتحرك 3000 سرعة اللي هي تغير radiance per second في حين إنه الموتور الموتور بيتطلب بيتخلين الهاردوير الموجودة كموتور أي شي هي يعني infinitely strong فعشان كده بيطلب منها أقصى المتطلبات فلاقي في الحقيقة أنا ما عندي موتور بالقوة دي فدي مشكلة في LQR بتخلي الناس بعدها تنتقل لل MPC أو model predictive control اللي هو القرض منه إنه الموضل predictive control هو LQR لكن عنده إحساس بالهاردوير يعني إذا قبل ما يطلع signal بتاعته بمشي يشوف الموتور بيقدر يتحمل سرعة كم حتى بعد ذاك بيطلع سرعة تاري يعني إذا هو عايز سرعة 1000 والموتور بيتحرق بـ 500 خلاص يتأكد إنه ما هيقدر فحيكون يطلع عليه زي ما هو عايز ف ده النوشن بتاع MPC controller أنا بكيد قاعدة مشي سريع لكن للأسف مضطر يعني ده الـ response بتاع MPC يعني في النهاية هي كل control مثل زي ما قلت الفريق هنا و هنا إنه ده عنده إحساس بالهارد وير الميتيشن طيب الـ conclusion اللي داع لصليها إنه بيضي نبي نريجر موضل عملنا تريمي اناليسيس عملنا خط بحولنا لي خطي بعد ذلك انتغلنا الـ quadratic regulator والزي ما قلت الـ quadratic regulator الحدف منه يشوف قيمة للـ state vector عشان يحقق لها الـ stabilization وبعد ذلك اتكلمنا عن الـ calman filter اللي هو بتخلص له من model uncertainty اللي هي الـ noise اللي بتاقي في السنسرات وكذلك أي state ناقصة ممكن يتم يعني أنا مثلا ما عندي sensor يقصلي نورس ممكن الـ calman filter يعملني prediction هامور سريع على system identification هي دي التست setup زال لانا كنت بعمله عشان عشان اعرف العلاقة ما بين الـ velocities عفوا الـ كلامت انا قبيلا انه عندي هنا model شان يطلي عليه forces و moments وهو الموضل ده يكون عنده سميت قبيلا actuator model ده اللي هو فيه السرعات بتاعت الموتورات الموتور الأول الثاني الثالث دلوان انا عايز اعرف الموضل هنا هو كم لانو انا الشغل الفات القبيلا الموضل المايتريكس الكبير دي في النهاية وضحت لي الـ UAV ديناميكس اللي بيطلع state vector x لكن بيدخل لها force and moment حاليا لانشان اكتش استكشف جزده بحتاج ل system identification system identification هي طريقة انك توجد بها البرامتر بتاعت حاجة فيزيكا قدامك بدون ما اتعمل الموضل يعني انا مادر امشي اجيب الموتور بتاعي وافتح اشوف القيمة بتاعت الـ inductance وقم اعمل modeling من الاول لشان نطلع النموذج بتاعه فا اعمل experimental data من system identification بالنسبة للموتور ده وبعد دقيس في السرعة بتاعته وكمية بتاعت stress اللي هو اولد اللي يعني تمام انا عايز اشغل الفيديو ده مهر ده شكل بتاع test الاشارة الاشارة الهنا يعني بنسمع excitation بنطلع اشارة معينة وبعد داك بنقيس بالسنسرات الحاجة الطلعة دي فمن الشكل ده يعني مثلا بالأحمر ده excitation دي الحاجة الرسلناها للموتور الاشارة بتاعت اليموت للموتور نسميها sign sweep او chirp signal اللي هي اشارة بتاعت sinusoidal جيبية لكن الfrequency بتاع بمشي زايد 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 وبقوم بمشي وشوف الoutput طلع عليكم نفس الحكاية بعمل حاجة اسمع PR PPRB اللي ده Poseidu random حاجة كده لكن يعني في النهاية الغرض منه تدخل input تدخل output وعن طريقة system identification تشوف شنو الموضل اللي بيجي منه العلاقة بينهم شنو الحاجة اللي بتاخد دي وتطلي لي دي وتالي كنده هو ده الموضل نفس لما عملت التس ده طبعا معتبر انه الموتور هو First Order System والFirst Order System من دي شانا تحدده محتاج لحاجة اسمه Time Constant وTime Constant بالنسبة ليه من الكاريفات الفات دي كان هو 0.5 ثانية فانا جاهلت الموضل ده كل اعتبرت انه 0.5 ثانية ما عنده اي تأثير عليه طيب انا جريت الناس عبارة عن كم ساعة و نص و كان نفس ياخش في تفاصيل اكتر لكن ممكن ممكن نكرر انا شايف انه معظم الحياة اللي اتكلمت عنها محتاج شرح اكتر لكن زي ما اتكلمت عن الغرض من الحاجة دي هي presentation شون الحاجة اللي بنتوقع شون الحاجة اللي نصلي ف اسف على اللي طالة و ان شاء الله اتمنى اقدر اوضح الحاجات المرض شكرا جزيلا باش مهندس معافذ الاعتزار على اللي طال وهي محاضرة الشيقة و انا شخصيا اندوجت فيها لطريقة جميلة شديدة ورجعت بالزمن حوالي 10 شهور او 10 شهور انا انا اكتر مانت انا اي اي بس یزر بعد بمسق الكنترول و يعني بضيف ها ل الكاميرات اللي انا عاوز ها كنت اشتغلت بها مشروع في المرجم المجستير اندلي لك سؤال مباشر يعني تقريبا في الرحلة الثالثة اللي خسرنا lspire lspire 1 تقريبا لو أخذ ووقف في محيط الجامعة شغالين في تجربة ورابطين فيها عملنا فيها overload تقريبا رابطنا فيها كاميرتين في الأجنحة وعدلنا فيها يعني من سوء الحص في نفس اللحظة جاء اثنان قطر وميترو جاء عبر في الجامعة ففجأة فقدنا السيجنل والطايرة وقعت كراش ماهل القطر على السيجنل؟ فيه قطر فيه محطة قطر في الجامعة وفيه محطة نيترو يعني في قطار صريحة وفي لاحظة واحدة جاء عبر الاثنين في زمن واحد فنحنا فسرنا الحاجة إنه يمكن فيه الموجات من القضيب ولا كده أسرت ولا فكرة تقلل الموضوع شنو هي زعت وقعت يعني؟ جاءت وقع ديل كده؟ ما وقعت بس في اللحظة الجاد عبر فيها القطر وعبر فيها الميترو فقدنا الإشارة فيه اللي هي الـ Automatic Return Home بطن دا أصلا كان نشط قبل التقف مع الـ Returning Home بس في الـ Decreasing والإنكريasing بس في الـ Altitude فقدنا الطيارة أيوه طيب بالنسبة لي على حسب المعلومات اللي انت وفرت هذي الموضلز اللي بيكون فيها الـ Automatic Return دي اللي الفانتوم عنده الخيار ده إنه ممكن تعملهه Automatic Return الـ Automatic Return بيعتمد بالشكل كبير على الـ GPS يعني هو بياخد الـ GPS كمين سنسر وبعددك بياخد سنسرات موجودة تانية Accelerometer وجيريسكوب عشان يعني بياخد بالـ GPS prediction بيتوقع بياخد بالـ Accelerometer prediction يتوقع إنه هاوين وبعددك بيجي بصحيحة بالـ GPS تمام؟ الـ GPS ده بقى يعني صراحة الـ GPS التجاري يعني صراحة لايوه بيجدن وبيتطيش في أقل حاجة أقل حاجة يبيتطيش إش الـ GPS تمام؟ ففي النهاية التواصل ما بين الـ GPS هو تواصل على الـ Satellite يعني على التمر الصناعي يعني فإشان كده أقل أقل Disturbance في الـ Electromagnetic Wave ممكن يعمل الانقطاع ده عشان كده الـ GPS الموجودة الـ앱 هي الـ GPS التي تكون عند الميليتر يعني عند الجيوش يعني الجيوش الكبيرة تكون عندها GPS الـ GPS ده مخصص له قمر صناعي سابي بس قصة الـ GPS ده لكن التجاريات ده هؤلاء بيرتبطوا بأقرب قمر صناعي موجودة لقده بكون شايل بس إزائي بس تلفزيون مليون مصيبة لكن الـ GPS الجيوش يكون عنده قمر صناعي خاص ببراه وده هنا فيه بتساغة الـجيوش كده شان كدك ما بيقطعون لكن بتاعك ده يعني ممكن ليس هو أدفع من القطارات دي يكون زغطه القطار يعني لدي مشكلة زرسية ممكن أن أطلق يعني التفسيرنا كان منطقي هو أنا إن كان النصيح لأنا بخطة إنه لما تبني سيستم زي ده لازم يكون عندك لوج فايل اللي هو فايل دي هو اللي كنتره بتاعك يعمل لك لوجين لكل السنسرس ريدن على مدار القرحلة كلها يعني اللوج ده صراحة مهم شديد فإنت لما ترجع سيستم تفتح الاسدي كارت وشوف اللوج في الله زديك حصل شنو يعني تسنسر من السنسرات يتفقد لكن ده الوضع يخير من العلاج يعني كلام جميلة يا باش ما عندي الشباب اللي معانا في الجلسة عايزوا عندي سؤال ممكن سيد رفع اليد لشأن نفتح للميكروفون في نفسي للكم خاصية رفع اليد لفتح له الميكروفون في مجموعة الفيسبوك إلى العلمان في سؤال في سؤال بواهر طيب يا باش مهندس كلام جميل جداً بس انت قلت في مجموعة الحاجة جميلة جداً ان خلاصة الشغل ان انت دائر الطيارة تعمل الهوفري أو بيستابلايز مع تقعي فترة تحليق البطارية زي ما قلت، موظم المشاكل عام يتواجه الشركات التجارية بذلك في السيبيلينيوز اللي هي مشكلة البطارية ما بيتدم مكتر من مصوصاعة مهما كان هل استصحابك لمعضلة البطارية دي كانت كيف؟ انه الكلام دي كله يتنفل مصوصاعة بس وقعتنا على الأقصى التحليق المتاح تجارياً دي هو يعني انت لما تحول الموضل بتاعك من كوادروتر أو كوادكوبتر يعني اي نوع من الـ Aircraft اللي ما فيها أجنيحة انت كدب بيكون استهلاكك للبطارية كبير شديد لانه زي ما قلت لك كل الوزن بتاع الـ Aircraft بيكون شايله الموتورات في كل زمن التحليق لكن لما تحول لموضل اللي هو زي أو عفواً الـ V-Tool انت محتاج لقوة الموتورات بس في لحظة الإقلاع بتركتش لك السيستم بكل وزنه لكن في اللحظة اللي انت بتتحول لحركة خطية كده بتخش الأجنها معك بالـ Airodynamics وبتشيل معك شوية فاشان كده بتلقى الدرونز اللي بيراقبوا بعدها من الخطوط بتاعت البترول اللي هي بتقطع مسافات طويلة ما بتلقى كوادكوبتر لأنه كوادكوبتر تمشي نفس الساعة لازم يكون فيه أجنحة فدي بتلقابة كتير جداً في الحيطة وبرده بتلقاه في الدرونز بتاعت اللي بسموها شو دي الحروبة العسكرية دي يعني طوال الشي اللي بيع شو حنات متفجرة صواريح ايض بشكل ده شان تقطع مسافة طويلة يعني فديه النقطة بتاعت البتارية قبل أن اقتطبت على بطارية اتت قدت حاجة انا ما زكرتها ماذا الهدف من البحث اتكلمت عن الـ LQR كـ Stabilization لأنه هو الأهم لكن أنا نغشت بعد ذلك يعني حاجات تانية اللي هو الـ Reference Control اللي أنا اضطريته مرعليه وسيره يعني بيسر الزمن Reference Control ده الحتة اللي أنا بقدر أقول يا أخي ما داير Stabilization بس لاي أعيز Stabilization وعايز coordinates عايز أمشي للحتة الفلانية بكل دقة تمام فإنت بتدخل Reference بمعنى أنه أنا وديني للحتة الفلانية خلاص موضوع على الـ Stabilization ده انتهينا منه حققنا وانتهينا منه فده نتجي في الحتة تحت الـ Reference Tracking والـ Integral Control لكن الحاجة الكثير سمارت يعني الزكية جدا أنه إنت أي state ما محتاج تتحكم فيها بصورة بتاعت تتبع بتخليها Regulation يعني حاليا أنا السيستم بتاعي كل الـ State تبع الـ LQR اللي هو ال Regulation Control اللي هو بيحاول يجيب إلى زيره ما عدا عندي أربعة states دايرت بعمل لهم reference state اللي هو الارتفاع يعني بقول أنا عايز الارتفاع دايريكم براوة عايز أنها دخل خمسين متر يطلع خمسين متر 60 متر reference يتتبع إشارة مرجعية وكذلك الـ Euler Angles اللي هما ديل الزهر بتاعت المال الآن لأنه بعد كده إذا عايز أتحرك في تجاه الشمال North ما محتاج يتحكم في North ذاته بس محتاج أعمل Pitching يعني هتحكم في الـ Pitch شوية كده لأنه Pitch بالنسبة للـ Quadrator بغير الثرست يخلي القوة دافعة شوية كده تروح لي كده بالنسبة للـ VTool كل اللي انت عليك بس تنزل الموتورات Transitioning وانت كده تقول اتحركته كما قلت النقطة من الـ LQR انت بتمسيك بـ والـ States اللي ممكن تعمل لك كـ System Unstable يعني اي حاجة ممكن تعمل لك كـ System بتمسيك بـ LQR بعد ما تنتهي من ديل بتمشي تعمل الـ Reference أو الـ Integral Control عشان تتحكم في الحاجات بصورة إشارة مرجعية يعني وانا عايز أصل للحيطة الفلانية عايز أصل للكورة الفلانية يعني أتمنى دي يكون يعوب على سؤال كلام كلام جميل جدا في محمد صلاح كاتب محمد صلاح دي سؤال ولدي شنو قال السلام عليكم شكرا بنهود جبار الطيران المسير يسمى او محمد صلاح الحلقة زاد يسمى نتطلب على الـ UAVs أو الـ Bronze الطيران المسير سميها المشيطة الي واسمها كتير اذا فيزا لديك سؤال ممكن استهدن خاصية رفع اليد الشباب ماليبافة يا روش مهني سألت عليك طيب أنا عايز أشير إنه أنا قدمت قبل فترة قبل شهرات تغريرهم برضو وابنار مشابه لكن زي ما قلت علمتكم معنا هذا هو الـ User يعني ما developer أو مصنع مثل درون استخدمت الدرون في الأرمالية بتاع الماجستير في الدراسة مقارنة بين الطائرات الفانتم استخدمتها قارنتها بصور القمر الأوروبي السنتينيل في مشروع زراعي اللي هو استخدمتها في الزراع الدقيق بصور عامة بعدها كجزء مصاحك شاركت مع المشرك البداعي في التطبيقات اللي هما يسمى بالفيش اي كاميرا اللي هو الكاميرات أين السمكة هي كاميرا جميلة لكن فيها تشويه عالي جدا 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 في كل المجالات للناس اللي استخدموا العدسات تشويه العزابي وتشويه القطري فذلك قدني لسؤال تاني إنه إحنا الكاميرات التي اشتغلنا بهها زي الكاميرا الآن ذكرتها الطائرة الفانتم مرضو وشتغلنا بطائرة دعمة مصنعة محليا اللوت الكاميرات كان مكفوطة 50 جران لكن كان ليو دور يعني أنا لحظت الكلام لما نكون الظروف مع متاحة نوعا ما غرف الطيران لو في أقل زيادة سرعة الهواء مثلا أقل مثلا 6 يعني حوالي 6 متر على الثانية والحاية في الثانية في الثانية الموالة تقريبا ايوة لو خطينا بس زيادة الخمسين الخمسين جرام بتاعة الكاميرا العادية كان التكوف تقريبا يكاد يكون مستحيل يعني في نفس اللحظة لما نعمل الترايل بتاعة التكوف الأولى ونفشل بعد بثواني ممنغ غير أي شيء تاني مننجح التكوف يكون في ضعوبة يعني في خصوص في الأمتار الأولى كنا بنعاني شديد في التكوف لكن بسلامة الحمد لله كل الرحلات اللي عملناها عدت ونزلت صح الكاميرا كانت أو البطارية كانت بدل 27 دقيقة بتعمل معاني 22 دقيقة 23 دقيقة يعني اللوت ليه أثر ده ما قلت غير إنه الظروف المنافية هو مش المشكلة بس يعني ما مقاطعة لكلامك لكن يعني دار اسأل لك نقطة هو مش السؤال في إنه اللوت بيقى عالي السؤال في إنه هو تغير يعني حتى لو انت غيرت من لوت كبير ل لوت صغير يعني الشكل اللي أنا عرضت له ده اللي هو الموضل ده هتلاحس بالجنبه هنا في M صغير كده M الصغير ده هي الماس بتاعت الإيركرافت وإذا انت عملت الموضل بناءً على الماس معينة وبنيت الكنترول بناء على الماس ده وجيت لاحظاً غيرتها بزيادة أو نقصان كده انت بتكون نصمي الكنترولر على الماس القديمة يبقى انت إذا عايز تضيف الماس السيستمز اللي بيكون فيها البرامتر بتتغير بتكون سمعتها بالLinear Time Invariant System أو الLTI System الLTI System ده اللي نحن بنفترض إنه الحاجات الماس ما بتتغير لكن إذا الماس تتغيرت نسميها Time Invariant زيانت هذا تعبارها Time Invariant System وده محاجة معقدة جداً وأقرب مثال له هو الصاروخ يعني الصاروخ ده لما يطلع من الأرض بيكون شايل وزنه زي ده الوزن بتاع الوقوت لكن كل ما يمشي أطلع لفوق كل ما بيفقد الوقود اللي يتحرك ده وبالتالي بيفقد الوزن وبالتالي الماس بتاعته كلها تتغير يعني اللحظ إنه في الثاني الصاروخ ده بيتغير من كم موضل كل مرة بموضل جديد كل مرة بموضل جديد كل مرة بيفقد ماس فلازم يكون عندك كنترولر Adaptive للشيج في البرامتر تبني وانت بناء على توقعاتك البرامتر دي حت تتغير على هاته حتى تقدر تضمن إنه يشتغل لك بنفس الطريقة السادقة فالوقع الخير من علي أن تتضح سبعنا الماس قبل ما تبني الكنترولر تاخد كل الحياة اللي انت عايز ترفع على الأيركرافت حتى بعدك تفكر في الكنترولر بتاعه أي تغير في البرامتر طوال هو بغير الكنترولر سلام يا أمي طيب إلى الآن ما في أي اسئلة لا في فيسبوك طبعاً ما التنويه إنه المحاضرة اللي حتكون مسجلة في قناة الباحثين عن ويتيوب وحتكون محفظة في فيسبوك برضو إذا عندكم أي تساونات أو سبسارات كيف تتطلوا عليها يا ريت خط الرابط بتاعه في التعديل edit post يعني قديت في الاناوسم في الاناوسمينت وبعد نرفعها حسنا ما منرفعها في ليتوب بتترفق في ليتوب بعد الحلقة تنتهي ونرفع ونجينا خطها في البوست حتى يلاحظوا ممكن الشباب يرجعوا تابعاً الله بش مهند تسلم الكلام دسم وهو المحاضرة محتاج للمحاضرات محتاج لسلسلة صراحة محتاج لسلسلة ايوه ايوه لأنه كل السلايدات دي في الحقيقة كل واحد في حدثاته هو عشر السلايدات إذا دار نتناول بمادة تعليمية فشان كذا أنا بوصل الاعتزاري للناس اللي حصل لهم كن يعني يرتبكوا كذا بالحاجات دي الغرض منها زي ما قدت أنا بس أوصل شنو نعتبره highlights ايوه على الرسيرش بتاعي كان عن شنو highlight والرسيرش بتاعي أنا بتتحديد يعني كذا لكن أكيد ممكن ممكن لجدها نفصل فيها أكثر ربطة إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا للمرة الألف وحتى إنه التسجيل ما قال يكون قابل المشاهدة نحن يلقف هنا إذا ما فيها سئلة الشباب المعانا في جلسة الزوم إذا ما فيها سئلة علاء ولا ألاء محمد صلاح ياسير خبشة خبشة طيب تعليق غيره ولا تعقيدة خيره يا بش مالس أنا؟ تعليق مني أنا؟ أيوه ما في تعليق الله أنا بس شاكر جدا على كل الناس الحضروا وعلى الناس الحياجية حضر للتسجيل بعد ذلك لاحقا ويعني إن شاء الله لقدامنا نقدر نقدم حيات مركز أكتر ومفصل أكتر الشكر أخير برضو لك أستاذ وفي على الفرصة على المجموعة وإن شاء الله موفقين نحن شكري لك جدا ونشوفك في اللقاء التانية على المعلومات القيمة اللقدمتها إن شاء الله هذه تكون بداية لتعاون بحثي مشتركي في بحثين سودانيين سواءك في الداخل أو في الخارج شكرا جزيلا لك والسلام عليكم ورحمة الله شكرا عليكم سلام عليكم